موسيقى ويا مساء الخيرات والبركات على أحلى متابعين بالعالم كيفكن حبايبين إن شاء الله تكونوا بألف خير يا رب اليوم الفيديو أصير كثير بس مميز جدا رح نعمل في أكلة تريند يلي هي اسمها كاكة الموز والسمسم أو كعكة الموز والسمسم ما بتفرق المكونين هنين السمسم الني والموز بس مكونين بس رح نعمل فيهم أطيب أكلة على السهرة بالبداية أنا بدي أهرس الموز و بدي بلج ضيف عليه السمسم لحتى تصير معي مثل عجينة متماسكين أو عن ما و هيك بنا نهرسهم باعدة الشكل يعني كتير نعمين كأنه مساويين لطفل صغير وهلأ في إضافة من عندي أنا بدي أضيفها يلي هي عصرة ليمونة شو سبب إضافة الليمونة لحتى ما يتأكسد الموز يعني إذا تأخرنا فيهم شوي فما بيسودوا تمام؟ وهيك بهذا الشكل وهلأ رح نضيف السمسم حطيت أنا تقريبا كاسة لشوف قدش ده تاخد معي عيار بحط كاسة وبحرك يعني هو ما في مقدار محدد للسمسم لحتى تصير العجينة متماسكة خلص ما نوقف إضافة السمسم والسمسم لازم يكون نين وهي الكاسة الثانية طول ما هيك لساتة سائلة معناتها لسه بدا إضافة سمسم تقريبا أخذ معي تلت كاسات من السمسم يعني لازم يصير معنا هيك بهذا الشكل قوامو سميك وهيك الموز و السمسم صار جاهز يعني فينا ندخلهم فورا على الفرن بس أنا بدي لكم شغلة هلأ في حال الموز كان عندكم ممستوي يعني ما في نسبة حلة زيادة ففيكم نضيفوا أنتم إما شوية سكر أو شوية حليب مكثف أو عسل هلأ أنا بس يعني بدي زيد الحلة شوي بدي حلط معنا أمن العسل وإلا هي حلوة يعني بتكفي على حلات الموز بتكفي بس أنا هيك يعني بدي ساوية أكسترا شوي حلوة وبنفس الوقت تكون صحية يعني أنتم لاحظوا هلأ ما دخلنا أبدا ولا نقطة سكر فيها كلها يعطي على حلة الموز وهلأ حطيت أنا شوية عسل يعني أنتم شوفوا حالكم إذا بتحبوا كثير الحلز زايد ضيفوا سكر أو عسل زيادة وإذا ما بتحبوا الحلز زايد خلص بكفي معلقة واحدة من العسل أو ما تحطوا بالمرة أبدا وهلأ جهزت صينية فيها ورقة زبدة واخترت أنا هالرسمتين من رسمات الأوالب البتيفور هلأ بدي صب أنا جواتهم السمسوم بدي دخلها على الفرن الفرن لازم يكون على حرارة 180 والصينية بالوسط ما في مدة محددة بس تقريبا مؤقل من نص ساعة نحن كيف منعرفها بس لحتى السمسوم يثير محمص معناته بيكفي وبهذا الشكل الحبايبي بدي عبي جواتهم لحتى دخلهم على الفرن وهلأ برفعها طبعا أنا لحكمل الكمية كلها لحتى ما يطول الفيديو وهيك عكل موز والسمسوم أو بسكوت الموز والسمسوم صار جاهز وهلأ رح أسم واحدة قدامكم لحتى تشوفوها من جوا عن جد يومي يومي كتير كتير طالة لزيزة بتشبه الكيك الخفيف أو البتيفور الهش بنصحكم تجربوها ويلي بدوا إياها بالطريقة الأسهل من دون أوالب يمدها بالصينية وبس تطلع بيقطعها وإن شاء الله بشوفكم في فيديوهات جديدة حبابي بأمان الله باي باي اشتركوا في القناة